اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر في الفيديو ده انا هشرح لكم بس الموقع اللي انا نفسي بدخل عليه لما كن مش عارف الجرعة بتاعة اي دواء بكتب الاسم العلمي بتاعة الدواء اللي انا عايزه في خانة البحث واحيانا كمان بالاسم التجاري لو الاسم التجاري بتاعه مشهور بيجب لي الجرعات بتاعته سواء للاطفال او الكبار وكمان التحذيرات وكمان لو في مشكلة مع الكلا مشكلة مع الكبد يعني كل حاجة عن الدواء بشكل كويس جدا انا نفسي بستخدمه والحلقة دي للاطباء فقط وما تنساش في البداية وانت لسه صاحي معايا كده دوس لايك وانت مع انت الموقع اسمه ميد سكيب نكتب في العنوان هنا www.midscape.com وندغط انتر هيفتح لنا الموقع بالشكل ده طبعا انا مسجل قبل كده فمش هيطلب مني التسجيل لكن انت ممكن يطلب منك التسجيل التسجيل مجاني بالكامل تقدر تسجل عليه بسهولة ويفتح معاك بالشكل ده انا مثلا عايز ابحث عن دواء معين وليكن جليم برايد اللي هو بتاع السكر اللي هو مشهور امريل هكتب هنا جليم برايد ولازم الاسبلينج يكون مظبوط واضغط انتر او سيرش بيجي للاختيارات دي طبعا هو بيجي لاختيارات كتير لان ده مش موقع خاص بالادوية بس لا ده مصدر طبي كامل انا دلوقتي هاخد الجزء بتاع الادوية بعرفه ازاي بيبقى مكتوب تحته interactions, adverse effects, dosing, uses وهكذا الحاجات الخاصة بالدواء بتاعة الجليم برايد اللي تحت ده الجليم برايد لو معاها روزي جلوتازون اتنين مع بعض انا دلوقتي ببحث على الجليم برايد بس فهضغط هنا فبيجي لي بالشكل ده بيعرفني الاول ان فيه منه فرمات فيه تابلت واحد ميلي جرام فيه اتنين ميلي فيه اربعة ميلي الجرعة بتاعة الادلت هنا الادلت هنا البيدياتريك لو اطفال لو فيه يعني جرعة للاطفال هنا جرياتريك اللي هما كبار السن فالجرعة بيقول في type 2 diabetes السكر من النوع الثاني بابدأ بواحد لاثنين ميلي جرام بير أورال عن طريق الفم QAM يعني صباحا after breakfast بعد الفطار or with first meal او مع الواجبة الاولى may increase dose ممكن ازود الجرعة باي من واحد لاثنين ميلي جرام كل اسبوع او اثنين يعني انا اعمل تايتريشا للجرعة او ازودها كل اسبوع او اثنين والجرعة القصوى 8 ميلي جرام في اليوم لو انا عايز جرعة الاطفال اكتك هنا لكن هو بيقول ان safety and efficacy not established يعني ما بيتخدش في الاطفال جرياتريك لو عايز تعرف يعني modification للدوز او كده كل الفكرة ان احنا بنبدأ بالراحة شوية بجرعة قليلة شوية يعني واحد ميلي مش واحد لاثنين لا بواحد ميلي ونزود بالراحة الفكرة بقى ان انت لو جيت هنا على interactions تعرف التفاعلات الدوائية بتاعته مع الادوية التانية نضغط عليها فهنا بيقسم ال interactions الى contraindicated لو فيه هنا دواء يبقى مستحيل نستخدم مع هذا الدواء لكن هنا موجود zero يعني مفيش serious use alternative يعني الادوية دي لما نستخدم مع بيحصل تفاعلات خطيرة فبرضو يفضل او الاحسن استخدم بديل تاني عن اما الادوية اللي تحت دي اللي عددهم 149 بيقول لك monitor closely يعني خلي بالك وانت بتدي العيان مع الادوية دي منهم الاسبرين مثلا هم ادوية تانية كابتو بريل خلي بالك بس لو ضغطنا على هيجينا الاعراض الجانبية بتاعت الدواء اللي من اشهرها طبعا الهايبو جليسيميا او انخفاض السكر وبيقول ان نسبة حدثها اكتر من 10% فيه بعد كده ديزنس اثانية هيدك نوزيا تقدر تقرأهم بقى دون نسبتهم من 1% لعشرة في المية وفيه حاجات اقل من 1% زي وهكذا تقدر تقرأهم براحتك لو فيه تحذير معين بيقول لك وحكذا تقدر تقرأ بقى الورنينس بتاعته يعني في الحمل وورد الرضاعة هيتكلم عنه فهنا بيقول ان لا تعملش عليه دراسات كتير لكن البست والدراسات اللي تعملت على عقود ما شافتش اي درج بس مع مكان ما تعملوش دراسة انه يتحط الكاتيجوري او بي او سي او دي او اكس بالنسبة لبريجنانسي فيه ادوية تانية زي ما هنشوف بعد شوية لما نيجي نشوف هنلاقي مكتوب ايه كاتيجوري سي مسلا او كاتيجوري اي لكن دي كلها دراسات وهنا كمان بيتكلم على وبيقول برضو تقدر تقراب راحتك هنا بيعرفك الكاتيجوريز هما ايه بالضبط الكاتيجوريز بتاعت الحمل الا والبي والسي والدي والاكس كاتيجوري ايه بيقولك يعني نقدر نديه بكل بساطة وتقدر تقرأ لو انت هتوزن المنفع اصادي الضرر فالمنفع احسن فاني دي الدي بنستخدمه في حالات لو حالة مهددة لحياة المريض فممكن ندي الدواء ده الاكس ممنوع استخدمه خالص في الحمل لكن هنا في هو مش مدروس بشكل كويس فمش مكتوب هو كاتيجوري ايه بالضبط ايه ولا بي والسي مش موجود لكن ادوية تانية هيبقى موجود فيها ده كده كان وكمان بيقولك فهم من البرانز او الاثر نيمز بتاعته اماريل الاسمية بتاعته اللي موجودة مشهورة اماريل ناخد مثال تاني مثلا وليكن اوميبرازول اللي هو بتاع علاج المعدة ده نكتب هنا اوميبرازول ونضغط انتر نفس الفكرة بالزبط انا هختار الاختيار الاميبرازول ده اللي تحته انتراكشنز وادفيرس ايفيكس دوزنج وهكذا هضغط هنا هنا بيجيب لي الفرمات بتاعته الاول موجود منه باكيت اتنين ونص وعشر ميلي جرام تابلت الكابسول بقى اللي مشهورة عندنا اللي هو العشرين والاربعين والعشرة فمسلا الجرعة بتاعته بالنسبة للأدلت احنا كده في الأدلت لو عايز بديدرك نضغط هنا هنخلينا في الأدلت الأول فبيقول ان الجرعة بتاعته اللي هي الكرح بتاعت الديودينام بتبقى عشرين ميلي جرام برقورال مرة يوميا لمدة اربعة لتمن اسابيع مسلا الهيلكوباكتر بيلوري الجرسومة المعدة بنستخدمه ازاي قالك برضو هنا في كذا ريجم موجود كذا نظام يعني ممكن ادي عشرين ميلي جرام برقورال كل اتنشر ساعة لمدة عشر ايام مع الاموكسيسيلينوكريزيسوميسين وغيرها مثلا باستخدم اربعين ميلي جرام برقورال يعني مرة واحدة في اليوم فور من اربعة لتمانية ويكس الجرد مثلا برضو هشرين ميلي جرام مرة واحدة يومية لمدة اربعة سابيع وهكذا تقدر تقرأها بقى برحتك الاطفال مثلا في حالة الجرد فبيقول لك انديكيشن ان انا استخدم الاموبرازول في حالة الجرد لو اقل من سنة لسه السيفتي والافكاسي مش معروفة يعني لكن عموما من خمسة لعشرة كيلو جرام وزن الطفل يعني بياخد خمسة ميلي جرام مرة في اليوم من عشرة لعشرين بياخد عشرة اكتر من عشرين بياخد عشرين مثلا في الروسوفجايتس التهابات بتاعة فبرضو لو كان اقل من شهر في الحالة دي يعني بيبقى سيفتي والافكاسي إنما من شهر لسنة برضو نفس الحكاية وزن الطفل من ثلاثة لخمسة كيلو بياخد اتنين ونص ميلي جرام مرة يوميا من خمسة لعشرة وياخد خمسة لو اكتر من عشرة بياخد عشرة ممكن استخدم العلاج ده لمدة 6 أسابيع برضو بتكلم الطفل لو من سنة ل 16 سنة فديه الجرعات بتاعته وهكذا برضو تقدر تتغيرت هنا فتشوف التفاعلات الدوائية مع الأدوية التانية شوف الأعراض الجانبية نشوف مثلا هنا برضو مش كاتب انه هو لانه برضو دراسات ومش مدروس بشكل كويس لما بيكون مدروس ومحطوط في بتلاقي مكتوب انه هو مثلا او كاتيجوري بي زي ما هنشوف بعد شوية ناخد مثال اخير اللي هو الفروزمايد بتاع مدر البول فانا هكتب الاسم المشهور بتاعه التجاري اللي هو لازكس مش هكتب فروزمايد هنا عشان الاسم لازكس المشهور بالنسبة للفروزمايد فجاب لي برضو النتائج بتاعت الفروزمايد ده هاختار الاختيار قلنا اللي تحته ودوزنج وهاكذا فهضغط عليه هنا برضو بيجيب لي الفورمات اللي موجودة للدواء سواء حقن سواء والجرعة بتاعته بالنسبة للكبار للكبار احنا هنا في خينة الكبار لو عايز اطفال باتضغط هنا لو عايز جيرياتريك باتضغط هنا فاحنا بالنسبة للكبار او البالغين في حالة الايديمة مثلا برضو بيستخدمها بيقولك من عشرين لتمانين ميلي جرام بالاورال وممكن ازود من عشرين لاربعين كل ستة لتمان ساعات الجرعة القصوى ستمية في الهايبرتنشن باستخدمه بالجرعات دي وهكذا تقدر تشوف كل حاجة الجرعة بتاعت اللازكس فيها ايه بالزبط او الفروزوميت فيها ايه بالزبط بالنسبة للاطفال لو عايز تعرف الجرعة برضو ففي حالة الايديمة زي ما احنا شايفين واحد لاثنين ميلي جرام لكل كيلو يعني لو طفل وزنه عشرة كيلو فهياخد عشرة ميلي جرام اي في او اي ام او بير اورال وانس انشيالي يعني مرة في الاول بعد كده ممكن تزود واحد لاثنين ميلي لكل كيلو برضو كل ستة لتمان ساعات وهكذا تقدر تقرأ بقى برحتك وتشوف الجرعة بالزبط برضو انت لو جيت هنا تشوف انتر اكشنز توريس بيكس وهكذا لو جينا نشوف بريجنانسي مثلا اهو هنا كاتب ان في بريجنانسي ده كاتيجوري سي زي ما قلتلك ده عشان ما دروسه معروف كاتيجوري سي يعني ايه بقى كاتيجوري سي تنزل تحت اهو ادي ا ادي بي ادي سي سي يعني يعني استخدمه بحرص يعني لو المنفع منه اكتر من الضرر وبيقول ان وهكذا حابب بقول ان موقع ميدي سكيب ده موقع طبي كامل بيتكلم عن كل الامرات تقريبا وكل الطوارق وكل حاجة في الطب اصلا لكن انا حبيت اتكلم عن الجزئية بتاعت الادوية بس اللي من خلالها بقدر اعرف جرعات اي دوة بشوفه وحابب بقول كمان ان ميدي سكيب ليه على الموبايل جميل جدا تقدر تنزله وبعد ما تنزله وتشغله بتنزل الداتابيس بتاعته وبعد كده يبقى جاهز معك على الشغل على طول جميل جدا كمان على الموبايل وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم